نعمل اليوم مع بعض فواكي مجففة بطريقة جدا سهلة وأطيب من السوق بكتير وكمان رخيصة وغير مكلفة أبدا وناشحة مضمونة من أول مرة إذا عجبكم شكل وصفتنا لليوم رح نروح مع بعض لطريقة التحضير لكن قبل نبدأ الفيديو مع بعض ياريت لمو مشترك بالقناة أول مرة عم يتابعني يشترك ويفعل زر الجرس التنبيهات لحتى يصلوا منا كل جديد وإذا كنتم مشتركين ما تنسوا اللايك يا حلوين اللايك ما رح تكلفكن شي اللي رح تعملون رح ترفع الفيديو لحتى يطعم الفائد على جميع وينتشر الفيديو لأكبر عدد ممكن وإذا حبيتوا وصفتنا ما تنسوا كمان تشيروها لأحبابكن وأصحابكن وأرايبكن لحتى يستفيدوا منها يلا مع بعض نروح ونحضرها سوا متين ما انتوا شايفين قدامكم هاي القطعة الصغيرة المؤطعة مكعابات هي عبارة عن قشور البطيخ شلنا القشور السميكة الخضرة لأنه ما بتستويت طبعا بالطبخ واحتفظنا باللون الأبيض من قشور البطيخ يعني هلا موسم الصيف متون ما انتوا عارفين والبطيخ من سير نجيبه فبدا من نكب قشور البطيخ ممكن نعمل منه كتير وصفات قدمت منهم وصفتنا على القناة وهي الوصفة الثالثة رح نحضر هلا المكونات القطعة تبعيتنا أربع كبيات سكر لأنه القشور البطيخ اللي عندي تقريبا كيلو وعليهم أربع كبيات مي بالضبط لأنه رح طبعا لما نيغلي القطر ويغلي مع البعدين قشور البطيخ رح يبدأ يتبخر ويسمك كتير تمام هاي المي غليتها مسبقا لاختصار النجاز الوصفة رح نروح بالطنجر على الغاز وشعل تحتها واستنى القطر لما نيغلي ويدوب السكر بعدين بضيف ربع معلقة منح الليمون لحتى القطر ما يسكر معنا ويصير القوام الممتاز اللي احنا متعودين عليه تمام؟ مثل ما انتو شايفين قدامكن قشور البطيخ منشيل القشرة الخضرة وقدر الامكان من القشرة الحمراء اللي من فوق ومنحتفظ بالقشرة البيضاء ومنقطعها الحجم اللي احنا بدنيها قدمت قبل هيك أنا مربع قشور المكلسة من البطيخ وقدمت مخلى البطيخ وهالما رح نقدم منها فواكم جففة لحتى نستعملها بالانجليش كيك أو مع الايس كريم أو مع العصائر اللي فيها ايس كريم وكمان وصفات تانية كتيرة رح نحاول نستعرض منها على قناتنا بإذن الرحمن إذا الله عطانا عمر حطيت خشرة البطيخ فوق القطر وبتركه لا يبدأ يغلي وقتنا يبدأ يغلي رح يبدأ يعمل طبقة بيضاء من فوق نتأكد تماما أنه احنا نشيلها أول بأول لأنه هاي الطبقة لو ضلت على القطر تبعنا حتخرب الفواكه بعدين هون عم يغلي بتطلع الطبقة احنا بنبدأ نشيلها أول بأول ما منخليها عشان ما تخرب وصفتنا تماما بياخد معاك قشور البطيخ على الغاز من ساعة لساعة ونص حسب الاستواء تبعه مجل ما انتوا لاحظتوا احنا ما عملنا مكلس تماما في ناس بتحطه أو شيء بمي بتخليه ليغلي ليستوي ثلاثة البعث تبعه وبعدين بتحط السكر وبتغليه مع القطر متل ما بتعرفوا قناتنا مخصصة لتسريع الوصفات وسرعة الإنجاز بالوقت لحتى كل موظفة كل ست بيت مشغولة كل حدا مضغوط يقدر يعمل الوصفات بوقت قياسي وبنفس الوقت ينبسط بلؤمة طيبة متل متل ما بتعرفوا فاكه المجففة بالسوق كتير غارية وطعمها بصراحة مو طيب أنا عن تجربة جبتها مرة للأسف جدا سيئة أما هاي الوصفة بأمانة وبدون يعني مجاملة لما نعملتها الولاد طار عائلهم فيها ورايحين جايين عم بياقلوا منها بعد ما حطيتها تتجفف المهم هلأ جبنا روح الموز ماركة ولا نسيتش اسم الماركة موجودة قدامكم بالفيديو حكتبها بصندوق الوصف على كلين لأنا عندي شركتين بالبيت هاي شركة الريحة تبعيتها فواحة وطعمتها طيبة وزهرة بحط من روح الموز فوق القطر وبخليها تغلي شوي مع القشور قبل ما اشيلها ممكن انتو تشيلوا القشور وتحطوا روح الموز أو اي ناكهة بدكم برتقال ليمون فراولة توتي اللي بدكم ياه وتحركوها معاها انا حبيت اضيفها على القطر وهو عم يغلي لحتى القطر يصير ناكهة موز لاني رح احتفظ فيه متى ما حتشوفوا بالفيديو هلا منشيل القشور ومنقسمها قد ما بدنا عشان التلوين مع ندفع من القطر ومنبدأ اللون ممكن تحتفظوا بنفس اللون وممكن تلونوها الوان تاني غير لانا رح استعرضها قدامكم هلا انا بلون اللون الاول اللي هو اللون الاحمر وبحركو كويس وبحطو على جنب وبعدين ببدأ بنلون اللون التاني كمان اللون الاساسي اللي هو تاع قشور البطيخ اللون البرتقالي حلو كتير ممكن الاحتفاظ فيه وممكن يطلع كمان افتح من هيك انا غمق معي شوي لانه طبعا اخد معي وقت زيادة على النار فلا هيك غمق القشور البطيخ باللي مكلس طلع معي افتح لانه ما اخد وقت على النار متل هاي الوصفة تمام هذا اللون الاخضر طلع بالاخر هذا اللون زيتي طبعا الاضاء ازال ما شوي الالوان لكن الالوان حسب ما انا عم حكي لكم ما طلعت بتزودوا اللون الاخضر بغمق اللون بتقللوا بيطلع افتح اللون فانا زودت شوي فطلع اللون زيتي والاحمر طلع لونه حلو وهذا البرتقال بديف عليه اصفر فبتطلع بالاخر اللي هي لا اصفر ولا برتقالي اللون لانه اصلا اللون تبع القشور برتقالي غامق طالع تمام انا كنت حابة ان اممكن اخليها نفس اللون لكن قلت خليني يلون ما اوصف لكم قديش الطعمة طلعت طيبة ولادي بقولولي يعني من قطية بالوصفات اللي عملتها بكل حياتك بصراحة انا ما عملت قبل هيك الفواكه المجففة بالبيت للولاد لكن كنت حابة اعملهم هدول الكمية مخلال لكن انا قلت لا خليني اغير هاي المرة وقلت لا اجرب اعملها فواكه مجففة لأستفيد منها بالحلويات وبصراحة عملت وما ندمت لانه طلعت بتجنن وطريقتها هاي اللي انا قدمتها هاي على طريقتي انا ما حدا قدمها عنيت بنفس الطريقة هاي عشان تكون عندي مصداقية معاكم انا بحب دايما اضيف لمستي بوصفاتي والطريقة اللي ممكن تسهل على الناس يعملوا الوصفة وهن مبسوطين ويختصروا الزمن بالبيت فاتمنى الطريقة تكون عجبتكم وتكون سهلة عليكم هلا ما بدايا احنا بنجيب صحين بصف الفواكه من القطر وبحطها على جنب لتصفي كويس بعدين بجيب صنية عليها ورق زبدة كل الصنية عليها ورقتين حسب كمية القشور اللي عندي او الحلل اللي عم نجففه وببدأ وزيها بالصنية كلهم لوحده عشان ما تختلت الالوان مع بعضها متل ما هو موضح قدامكم سامحوني الاضاءة ما كانت كويسة بالمطبخ مبعرف ليه ساعة كويسة ساعة كويسة ان شاء الله تكون واضحة عليكم هذا الان الزاتي لانه غامع حطيته على جنب لحاله بصنية اللي بصير بالضبط انه انا بنتظر كم من ساعة وبشير بعدين القشور بحط على ورق زبدة نضيف تاني وبعدين مرة تبشير وبحط على ورق زبدة تارت لغاية يبطل في شي عم ينزل من القشور وتبدأ تنشف انا غيرت الورق ثلاث مرات بالضبط هون القطر اللي ضال انا رح احتفظ فيه بقنينة بالبرد رح استفيد منه بوصفات الحلو اللي رح اعملها واكيد متل ما عودكم دايما اي حاجة انا باستغلها بفرجيكم ياها بوصفاتي الجديدة هون القشور بعد مرور 24 ساعة بالضبط ماحتاج اكتر شوف ورق زبدة نضيف ما عد عليه شي والفواكه جفت طبعا الاحمر تم القضاء على نص الكمية منولادي راحين جايين عم ياكلوا منه الله يخليكم ماما خلولي شي بس نصور الوصفة للناس خليهم يشوفوا شو اللي عملنا تمام فهون انا حبيت اخلط الالوان مع بعض عشان لما اعمل وصفة اخد هيك شوي واخلطهم مع الوصف اللي انا بدي اعملها ممكن تحتفظوا انت بكلهم لوحدهم طريقة الاحتفاظ بالفواكه هاي اما بمرتبنات بالبرد او بمرتبنات الفريزر او تحطوا جزء بالبرد جزء بالفريزر ما تحتفظوا فيها برا خاصة ان اذا جو المطبخ عندكم حار لحتى ما تخرج تمام لا تنسوا هاي معمولة بالبيت فما عليها مواد حافظة اللي تحفظها برا من غير عفن بذات اذا احنا احنا بالامارات فالجو عندنا حار انا هون حبيت اخلط الالوان مع بعضا واحركها مع بعضا متل ما انتو شايفين وبعدين بقسمها طلعت معي بالزلط مرتبنين اللي هو موزن المرتبان نص كيلو هاي بطيخة كاملة انا اشرت اشورها واستفدت منها وصفة ولا اروع تكلف كتير بسيطة اخدنا لالها كيلو سكر بس مش اكتر وشوية غاز استعملناه النهاني والالوان اللي هي الالوان الغذائية الصحية اللي موجودة بالسوق فيكن تستغنوا عنها طبعا بتعملوا احلى وصفة بالبيت عن جدة طعمتها من اروع ما يكون والله يمو لاني انا عاملتها بس فعلا هي طيب انا شخصية متفاجأة فيها وانا عودتكن دايما عن مصداقية اذا كنتم مشتركين بالقناة او المرحب تزروني برضو ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لتصلكم منا كل جديد واذا كنتم مشتركين الله يخليكن اللايك والشير يا حلوين لتعمل فائدة على الجميع لانه في وصفات ايتي انا بقدمها على القناة ما حدا تقريبا غيري يقدمها خاصة بالطريقة اللي انا بستعرض فيها الوصفة انه تكون بطريقة سريعة وسهلة وبسيطة مهما كانت صعوبة الوصفة شوفوا الالوان ما احلاها بتجنن وبتفرفح القلب وهاي طريقة حفزي لالها بمرتبنات حطيت انا واحد بالفريزر واحد بالبرات والمرة الجاي حتكون وصفتنا الكيك الانجليزي دمتم برعاية الله مع السلامة